كان السباح الأهلاوي العالمي عبداللطيف أبوهيف عبر بحر المنش والسباحة الأهلاوية إيناس حقي فازت بمجموعة من البطولات العالمية على راسها سباق كابري نابولي فقرر النادي الأهلي في جلفة 20 سبتمبر 1955 تكريما للسباح العالمي السيد المحترم عبداللطيف أبوهيف قرر المجلس منح سيادته العضوية الشرفية للنادي لما حازه من بطولات رفع بها رأس مصر عاليا كما قرر منح الأنسة المحترمة الأستاذة إيناس حقي العضوية لنفس الأسباب واستمر تكريم أبطال العالم الأهلاوي بطل مصر الأهلاوي إبراهيم أمين فاز ببطولة إنجلتورة المفتوحة للسكواش فقرر مجلس الإدارة تكريمه وعمل حفل يليق به وبعد فوزه ببطولة العالم في السكواش صدر قرار مجلس الإدارة في جلسة 8 فبراير 1956 قرر المجلس منح العضوية الشرفية مدى الحياة للبطل العالمي السيد المهندس إبراهيم أمين تقديرا لفوزه ببطولة العالم في السكواش راكتس